الواقعة دي ممرضة كانت توفت عاوزكوا بس تتركيزوا في الواقعة دي عشان تعرفوا ان الحق دايما بيظهر لو بعد مئة سنة الواقعة دي حدثت من امتى بالزبط من كم شهر مش من سنة ولا حاجة من كم شهر ممرضة كانت توفيت اسرق صابتها بكورونا واتدفنت في المقابر فجأة عسر على هذه الممرضة بعد ما اتدفنت حد طلعها من المجبرة بتاعتها وولع في جزتها طلعوها من المقابر واشعلوا النوران في جزتها اظن ده جبروت ما بعده جبروت بقى انك مين يجيله قلب يروح يفتح مقابر اللي ها المفروض لو واحد بيخش المقابر عزة وعبرة وبتخش انت انت يعني بتستغفر ربنا اذا كان فيه زنوب كل ناس عندها زنوب وبتقول سمحني يا رب انت في المقابر يعني مفيش اشد من كده يعني انما لما تلاقي واحد يطلع جزتها من مجبرة ويولع فيها وينشوف فيها تعالوا شوفوا بقى السوشيال ميديا قالت عشان تعرفوا ان السوشيال ميديا دي عالم افتراضي يعني ايه عالم افتراضي يعني ما تاخدش بكلامه ما تاخدش بالسوشيال ميديا كتبوا ايه قالك ده جزهة هو اللي ولع فيها واشعل نارف فيها طب جزها هيولع فيها النورلي هيطلحها مثلا وهيعزبها وشوية قالك لا ده فيه خلاف على مجبرتين فحد طلع الجزة وولع فيها شوية قالك ده زميلها في الشوق قصص كتير قوي وقالك لا ده حرقوها عشان كورونا وخايفين وبتاعه وشعب فيه محطوح الحقيقة النيابة العامة بدأ اتحق فيه تعالوا شوفوا بقى ايه اللي حصل ويعني ظلموا جزها وظلموا قريبها وظلموا مش عارف مين والسوشيال ميديا بتتكلم طب هل الراجل اللي كتب على السوشيال ميديا ده او الشاب انا بلاقي ناس كتير على السوشيال ميديا بتتكلم وانت بليكش في القصة جماعة ما والسوشيال ميديا انت لما تنشو الخبر حدق مصادرك ايه المصادر الصحفي ده عدوا انقابة صحفيين معتمد له مصادر ايه هي المصادر يعني النيابة بتتواصل معاه ادارة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بتتواصل معاه ادارة العلاقات والاعلام في مديرية الامن بتتواصل معاه فيه تواصل رسمي من جهات رسمية لكن نشروا وخربوا الدنيا حقيقة فريق البحث الجناية اللي اشتغل في القضية كشفوا ايه بقى نص التحقيقات للمتهمين بنبش قبر موظفة مستشفى حلوان واستخراج بستها وحرقها اتضح ايه بقى شوفوا المفاجأة اتضح ان فيه اتنين ترابية مصطفى وطارق مصطفى مختلف مع طارق عاوز يمشيه من المقابر من انه يشرف على المقابر ومتاعه كلام من هزا القبيل قال لك مشيه ازاي مشيه ازاي انا لبسه تهمة الاتنين الترابية ده مشرف على منطقة في المقابر المقابر كبيرة فبقسمنا المنطقتين مصطفى ده انا بشرح بالبال ده عشان الناس ايه تستوعب كلامي مصطفى ده مشرف على منطقة وطارق ده مشرف على منطقة في المقابر مصطفى عاوز يطير طارق حتى طوع المقابر اللي المفروض يبتعزوا بيخربوا بيوت بعض طب انا مشيه ازاي مشيه ازاي مصطفى راح ايه كتلسة جثة مدفونة جديدة اللي هي بتاعت موظفة مستشفى حلوان دي ولا الممردة طلع الجثة بالليل وحرقها عشان ايه يلبس طارق مصيبة ويمشي من المقابر طبعا بدأت أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة وخلال الشهور دي كلها كشفوا الجريمة ان التربي هو اللي عمل كده لا جزها ولا قريبها ولا خلاف ولا اي شيء من يختر على باله كده انا هنا بس ليه قلتلكم القصة الطويلة العريضة دي عشان محدش يصدق ما ينشر وما يكتب وما يبس من مصادر غير رسمية على السوشيال ميديا السوشيال ميديا للأسف هي سلاح زوح الدين فيه إيجابي وفيه سلبي السلبيات أكثر من الإيجابيات والدليل هخرجكم من قصة الحواد الشوية